السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم يا أول في حصة جديدة من حصة مادة الرياضية كيف أنتم وكيف أصبحتون في هذا اليوم الحمد لله دائما وأبدا على نعمة الصحة وعلى نعمة العافية أحباء الأطفال درسنا اليوم كثير سهل وكثير بسيط وأخذنا فيه كثير الآن يا أول درسنا اليوم عن العدد السابق وعن العدد التالي طيب ما هو العدد السابق؟ العدد السابق من هو يا أول؟ من العدد السابق؟ العدد اللي أقل بواحد يعني اللي بيجي قبله طيب من العدد التالي؟ العدد التالي هو العدد الأكبر بواحد إذن العدد السابق يا أول العدد السابق اللي بيكون أقل بواحد والعدد التالي أول بيكون أكبر بواحد يعني إذا كان عدد سابق بدنا نقص من واحد وإذا كان العدد التالي بدنا نضيف الواحد يعني لما آجوا بحكي لك ما هو العدد السابق للعدد خمسة؟ طيب خمسة بدي أشهل منها واحد من اللي بيجي قبلها؟ الأربعة رائع أحسنتم طيب العدد التالي للعدد ستة ستة بدي أضيف لها واحد يعني العدد سبعة أحسنت رائع أشكرك طيب إذا بدنا نحكي بأرقام كبيرة مثلا لما بحكي أنا مثلا العدد أربعة وسبعون من اللي حدد السابق للأربعة وسبعون؟ أربعة وسبعون يعني بدي أشيل من الأحد واحد يعني بدها تصير ثلاث وسبعون برافو ممتاز طيب العدد التالي لنفس الأربعة وسبعون بدي أضيف لها واحد من العدد التالي للأربعة وسبعون الأكبر من الأربعة وسبعون بواحد خمسة وسبعون أحسنتم رائع يا أول إذن أنا بالعدد التالي وبالعدد السابق يا أول على مين بشتغل؟ بشتغل على الأحاد إذا كانت الأعداد كبيرة بشتغل على الأحاد طبعا العدد السابق والعدد التالي يأول هما عبارة عن خط الأعداد تصاعدي وخط الأعداد تنازلي العدد السابق يا أول العدد اللي بيكون أقل بواحد ودائما العدد السابق يا أول بيكون باتجاه اليسار والعدد التالي يا أول بيكون باتجاه اليمين لأنه بدنا نطلع تصاعدي للعدد اللي أكبر منه طيب بحكيلي في عدد يقاع بين العددين طيب من هما العدد؟ من هذا العدد؟ الآن أنا بدي أعرف من هذا العدد موجود عندي مجموعة من سيارات السابق هاي السيارات يا أول وسط لخط النهاية وفازت هاي السيارات طيب هما خمس سيارات في سيارة عندي مفقودة طيب تعوين نشوف من هي هاي السيارة أربعة عشر خمسة عشر سبعة عشر ثمانية عشر من العدد المفقود يا أول؟ الخمسة عشر من التالي لها؟ سبعة عشر أكيد خطأ من المفقود يا أول؟ من المفقود يا أول؟ رقم السيارة المفقودة بدي يكون العدد التالي للخمسة عشر التالي للخمسة عشر الأكبر منها من العدد التالي للخمسة عشر؟ 16 أحسنت رائع طيب بدنا نتأكد من حلنا بدها تكون العدد السابق لل 17 طيب من العدد السابق لل 17 يعني اللي أقل منه 16 أحسنتم إذن العدد المفقود أو السيارة المفقودة يا أول هي السيارة التي تحمل العدد 16 16 يا أول يقع ما بين الخمسة عشر والسبعة عشر أحسنتم طيب الآن هون يا أول عندي أتعلم العدد التالي للعدد يعني بدنا نزيد على واحد والعدد السابق يعني بده يقل عنه بواحد العدد الواقع بين عددين يعني بده يكون بالمنتصف الآن عندي العدد 12 العدد 12 يقع بين من يا أول؟ يقع بين العدد 11 وبين العدد 13 11 هي العدد السابق للعدد 12 وال13 هي العدد التالي للعدد 12 إذن الـ 12 هي العدد الواقع بين العددين 11 و 13 الآن يا أول ما العدد السابق للعدد 17 موجود معي العدد 17 من العدد السابق للعدد 17 سابق يعني أقل منه بواحد الجواب العدد 16 أحسنتم والآن العدد التالي للعدد 19 العدد التالي التالي يعني بدي أعمال تصاعدي يعني العدد اللي أكبر منه بواحد من العدد الأكبر من 19 بواحد العشرون أحسنتم هو العدد التالي رائع يا أول والآن أستعمل خط الأعداد اللي أكتب العدد السابق العدد السابق يعني اللي أقل بواحد العدد السابق يا أول يعني أقل بواحد يعني بدنا نقص منها واحد هيك إحنا بدنا نفهم الآن يا أول 23 من العدد السابق للعدد 23 23 من العدد السابق لها يعني اللي أقل منها يعني أنا بدي أنزل تنازلي العدد 22 ممتاز طب إذا ما عندي خط أعداد إيش بأعمل باجي على الأحد بحكيري من العدد السابق للعدد 23 باجي على الأحد بشيل من الثلاث واحد شو بتصير 22 بنزل العشرات نفس ما هي 22 طيب الآن 33 من العدد السابق لل33 طيب بدنا نروع على خط الأعداد 33 من العدد السابق لل33 طيب الآن بروع على الأحد من اللي أقل من الثلاث الاثنان والثلاث العشرات بنزلها نفس ما هي الجواب 32 وثلاثون طيب نيجي على خط الأعداد أنا حدد الثلاثة وثلاثون من العدد السابق لإلها لأقل منها بواحد 32 إذن حلي صحيح ممتاز 37 أنا أول بحاول أعلمك على خط الأعداد وأنه أنت تعتمد على حالك بدون خط الأعداد 37 من العدد السابق لل37 يعني لأقل من السبعة وثلاثون بواحد بدنا نروع على الأحد سبعة من أصغر منك أصغر منك ستة والثلاث بنزلها إذن الجواب 36 نتأكد طيب على خط الأعداد العدد اللي معي 37 بدي أقل منه يعني بدي أنزل منه خطوة تنازلي بطلع الجواب 36 ممتاز الآن بدنا نركز العدد 40 حكيتك إذا بدك تنزل تنازلي من العدد 40 إيش بتعمل بحذف الصفر بحط مكان 9 وبنزل من الأربعة واحد بتصير 3 39 طيب بدي أتأكد بروع على خط الأعداد يا أربعون من اللي أقل منك بواحد 39 ممتاز إذن حلي صحيح برجع أنبه يا أول إذا بدي عدد سابق كان العدد اللي موجود معي 40 حذفت الصفر كتبت مكانه 9 إذا محافظ الأرقام احذف الصفر نكتب مكانه 0 9 والأربعة بشيل منها واحد بتصير 39 طيب مثال ثاني 30 بدي العدد السابق لإلها سابق يعني اللي أقل طيب من السابق للثلاثون أنا حفظيتهم 29 طيب أنت مش حافظ إيش تعمل بحذف الصفر بحط مكانه 0 9 بحكي للثلاث بدي أشيل منك واحد كم بيضل بيضل اثنان 29 الجواب 29 برافو إذن الموضوع كثير سهل بس بدي ممارسة يا أول أستعمل خط الأعداد لأكتب العدد التالي العدد التالي إيش يعني عدد تالي يا أول يعني زائد واحد يعني اللي أكبر من العدد بواحد يعني بدنا نطلع تصاعد باتجاه اليمين طيب الآن موجود معي العدد واحد وستون من العدد التالي للواحد وستون مباشرة واحد من اللي أكبر منها اثنان وبنزل الستة نفس ما هي اثنان وستون طيب انحل على خط الأعداد واحد وستون من التالي بدي أخفز تصاعدي خطوة واحدة من التالي للواحد وستون اثنان وستون ممتاز اثنان وستون رائع الآن تسعة وستون من العدد التالي للتسعة وستون تالي يعني بدي أزيد طيب أنا مش حافظ الأرقام ولا معي خط أعداد شو بعمل مكان التسعة بكتب صفر إذا بدي العدد التالي يعني بدي أزيد مكان التسعة بكتب صفر بزيد الستة واحد بتصير سبعة طيب مطلوب مني هون الحل على خط الأعداد باجي على التسعة وستون هاي التسعة وستون تسعة وستون من اللي أكبر منك بواحد من التالي للتسعة وستون يا أول بدنا نقفز خطوة واحدة بدي أزيد واحد بطلع الجواب سبعون ممتاز الآن ثلاثة وسبعون من العدد التالي للعدد ثلاثة وسبعون طيب باجي على الأحد ثلاثة من اللي أكبر منك بواحد أربعة بنزل العشرة نفس ما هي أربعة وسبعون برافو طيب على خط الأعداد هاي الثلاثة وسبعون من العدد التالي للثلاثة وسبعون العدد أربعة وسبعون أحسنتم ثمانية وسبعون طيب على الأحد ثمانية من اللي أكبر منك بواحد يا ثمانية تسعة والسبعة بنزلها نفس ما هي تسعة وسبعون طيب باجي على خط الأعداد ثمانية وسبعون من العدد التالي للثمانية وسبعون تسعة وسبعون ممتاز إذن موضوعنا يا أول كثير سهل وكثير حلو الآن أستعمل خط الأعداد لأكتب العدد الواقع بين عددين العدد الأول واحد وأربعون فراغ ثلاثة وأربعون طيب بدنا نحددهم طلب مني العدد واحد وأربعون والعدد ثلاثة وأربعون طيب من العدد الواقع بين الاثنين يعني بدي يكون أكبر من الواحد وأربعون يعني بدي يكون تالي للواحد وأربعون والسابق للثلاث وأربعون هاي الواحد وأربعون هاي الثلاث وأربعون من العدد اللي بينهم 42 ممتاز 42 مباشرة يا أول يا بحكي 41 من العدد التالي 41 42 أو بحكي من السابق لل43 42 الثنتين بعطوني العدد الواقع بين عددين طيب هون يا أول أعطاني 58 هي نقطة البداية طيب 58 بدنا نروح على العدد الثمانية وخمسون بدنا نحدده فراغ بعدين العدد ستون طيب من العدد الواقع بين الثمانية وخمسون وبين الستون العدد تسعة وخمسون العدد تسعة وخمسون ممتاز رائع يا أول أكتشف الخطأ قال رامي إن العدد السابق للعدد تسعون هو العدد واحد وتسعون ماذا قال رامي؟ العدد السابق السابق يعني أقل بواحد من اللي أقل من التسعون بواحد؟ تسعة وثمانون أحسنتم إذن؟ الجواب يا رامي تسعة وثمانون وإن العدد التالي له هو العدد تسعة وثمانون آه هون رامي صاري خربط يا أول بين العدد السابق وبين التالي يا رامي العدد السابق للعدد تسعون السابق يعني أقل بواحد تسعة وثمانون يعني بدنا نشطب هاي يا أول بدنا نحذفها بدنا نخطب مكانا تسعة وثمانون والعدد التالي للعدد تسعون من اللي أكبر من التسعون بواحد يا أول؟ واحد وتسعون برافو يا أول الآن يا أول ننتقل لتمارين كتاب التمارين صفحة رقام ثمانية وثلاثون العدد السابق والعدد التالي أستعمل خط الأعداد اللي أكتب العددا مناسب في الفراغ طب أنا ما بدي أستعمل خط الأعداد أنا شاطر وأعرف لحالي طيب الآن يا أول موجود معي العدد ستة والعدد خمسة عشر والعدد تسعة هذول الأعداد بدنا نقلهم عدد سابق وعدد تالي يعني بنقدر نحكي إنه العدد الواقع بين عددين هذا العدد اسمه يا أول العدد الواقع بين عددين لأنه بدنا عدد سابق إلى وبدنا عدد تالي الآن الستة من العدد السابق للعدد ستة يعني أقل منها بواحد العدد خمسة أحسنت من العدد التالي للعدد ستة العدد سبعة رائع يا أول ما بدي أستخدم خط الأعداد بدي أعتمد على نفسي يا أول العدد 15 من العدد السابق للعدد 15 لأقل منها بواحد إذا أنا مو حافظ يا أول إنه العدد اللي قبل 15 هو العدد 14 شو بأعمل برو على الأحد خمسة مين أصغر منك أربعة تنزل العشرة 14 طيب بدي العدد التالي العدد التالي شو بيكون يا أول زائد واحد خمسة عشر من اللي أكبر منك ستة عشر أحسنت إذن التغيير يا أول على الآحد الآن العدد تسعة العدد تسعة من العدد السابق للتسعة يعني اللي أقل من التسعة بواحد العدد ثمانية أحسنت طيب من العدد التالي للعدد تسعة العدد عشرة رائع إذن الدرس يا أول سهل جدا السابق ناقص واحد والتالي زائد واحد برافو أستعمل خط الأعداد اللي أكتب العدد المناسب في الفراغ طيب الآن معي العدد واحد وثلاثون والفراغ يأول باتجاه اليسار إذا كان باتجاه اليسار معناته العدد السابق معناته العدد السابق من العدد السابق للعدد واحد وثلاثون يعني اللي أقل منه ثلاثون ثلاثون أحسنتم نفس الشيء يا أول الفراغ باتجاه اليمين للي أقل يعني بدنا ننزل تنازل بدنا ننقص واحد أربعة وأربعون من العدد السابق للأربعة وأربعون يا أول يعني أقل من الأربعة بواحد ثلاث والأربعة تنزل نفس ما هي نقرأ العدد ثلاثة وأربعون أحسنتم الآن أربعة وثلاثون في البداية والفراغ باتجاه اليمين يعني شوية أول العدد التالي يعني بدنا نضيف واحد أربعة وثلاثون من العدد التالي للأربعة وثلاثون الأربعة من اللي أكبر منها خمسة والثلاث عشرات تنزل نفس ما هي نقرأها خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون ممتاز الآن سبعة وأربعون نفس الشيء يا أول الفراغ باتجاه اليمين يعني بدي أزيد سبعة وأربعون من العدد التالي للسبعة وأربعون بطل على الأحد من اللي أكبر من السبعة بواحد ثمانية والأربعون تنزل ثمانية وأربعون أحسنتم الآن موجود معي عددين موجود معي ثمانية وأربعون فراغ خمسون إذن العدد الواقع بين العددين طيب من هو العدد التالي للعدد 48 والسابق للخمسون طيب باجي على 48 من اللي أكبر منك 48 49 طيب 49 من التالي لإليك 50 ممتاز معناته حلية أول صحيح طيب هون 40 هون 42 إذن هون يا أول العدد الواقع بين عددين من العدد الواقع بين العدد 40 والعدد 42 يا أمم بروح للأربعون وبحكي لها مين اللي أكبر منك بواحد مين التالي لإليك تحكي لي 41 أو باجي عند ال42 وأحكي لها من العدد السابق لل42 41 الجواب 41 أكتبوا الأعداد المفقودة على خط الأعداد 51 من العدد التالي للواحد وخمسون 52 التغيير على الآحد من العدد التالي للإثنان وخمسون العدد 53 أحسنت طيب هون بنقدر نحكي من العدد السابق للخمسة وخمسون العدد أربعة وخمسون أحسنتم العدد أربعة وخمسون لهون يا أول انتهت هستنا بتمنى تكونوا استفدتوا بتمنى إنه الدرس تكون سهل عليكم نفس ما أنا متخيلة يعطيكو ألف عافية يا حباي ترجمة نانسي قنقر